اشتركوا في القناة وسعادة السيد غانب بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية اجتماعه المشترك اليوم عن بعد مع ممثلي السلطة التشريعية من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب حيث تم مناقشة عدد من المواضيع من أهمها تقديرات ميزانية المشاريع الإسكانية وتقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة والتي يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع تم بحث البرامج والخطط التي ستعتمدها وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 أشار الفريق الحكومي إلى أن ميزانية المشاريع الإسكانية في ميزانية 2021-2022 تشتمل على عدد من المشاريع الإسكانية بمختلف محافظات المملكة والخدمات ومن بينها مشروع ديرة العيون الإسكاني بديار المحرق ومشروع مزايا ومشروع شرق ستر الإسكاني كما تم استعراض ميزانية نفقات القوى العاملة التي يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية كما أكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية قسوة تأتي دائما فوق كل اعتبار وإليه توجه كافة الخطط والبرامج باعتباره أحد ركائز التنمية الأساسية بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط إلا أن الجهود ما زالت قائمة ومستمرة من خلال ما تعكسه الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشرعية من حرص دائم على تحقيق كل ما فيه خير ونماء لصالح الوطن والمواطن في هذا السياق نوه الفريق الحكومي بأهمية موصلة الجهود التنسيقية المشتركة مع السلطة التشرعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 ترجمة نانسي قنقر